السلام عليكم يعطيكم العافية اليوم مننا نكمل خطوات الكونكريت ميكس ديزاين اللي يصرنا محضرتين يمكن او ثلاث مبلشين فيها بسم الله وصلنا عند استيب رقم ستة خطوة السادسة بالخطوة اللي قبلها كان في عنا ثلاث جداول لحساب الووتر سمنت ريشيو حكينا من الثلاث جداول باختار قيمة من كل جدول وباختار الاقل مينمم ووتر سمنت ريشيو طيب اذا عندهم الذكين بالخطوة الرقم اثنين طلعنا الابروكسيمت ميكسينج ووتر وحكيتي لكم الوحدة كيلو جرام من الماء لكل متر مكعب من الخرسانة أو في كونكريت طيب احنا الووتر سمنت ريشيو هي عبارة عن الووتر على السمنت ضرب مية بالمية طيب من الخطوة رقم خمسة صارت الووتر سمنت ريشيو معي من الخطوة رقم اثنين كمية الماء معي بطلع من خلال هاي العلاقة بقدر اطلع كمية الاسمنت الووتر سمنت ريشيو اسمها ريشيو يعيني يونت لس ما لها وحدات فبالتالي لازم تكون وحدة الووتر نفس وحدة الاسمنت عشان يكون يونت لس فكمية الاسمنت هتطلع معي كيلو جرام اوف سمنت بير ميتر كيوب اوف كونكريت فإذا اعيد احنا طلعنا الووتر سمنت ريشيو من خلال عنا ثلاث جداول في جدول يعتمد على اف برايم سي وجدول يعتمد على الاكسبوجر كونديشن هل فيه فريزينغ وثوينغ بروتكتد لو برنيابيليتي اذا من الذكين تلعنا اربع حالات وفيه جدول كان اذا في عندي سلفات اكسبوجر ولا تعرض للكيبريتات سواء من المياه الجوفية او سواء من التربة من هذال الثلاث جداول بختار القيمة الاقل للووتر سمنت ريشيو وبصممها ليها ليش الاقل عشان تعطيني الاعلى سترينغت لانه اهم ريكويرمنت السترينغت بنتجي ديورابيليتي تمام حددنا الووتر سمنت ريشيو بخطوة رقم اثنين احنا حددنا كمية مياه الخلط التقريبية بوحدة كيلو جرام ماء لكل كيلو جرام لكل متر مكعب عفون من الخرسانة قانون الووتر سمنت ريشيو هي ووتر على سمن ضرب مية بالمية سواء ماس على ماس او فوليوم على فوليوم بس هي بالاصل ماس ريشيو تمام الاصل يعني العلاقة كانت محسومة تعلمناها بشابتر السمنت اللي هي ماس ريشيو معي كمية المياه معي الووتر سمنت ريشيو بقدر اطلع الاسمنت من خلال علاقة احكي انه السمنت صار يساوي الووتر على الووتر سمنت ريشيو فهيك انا صرت انطلع اذا بتلاحظوا الماء والاسمنت ضاير علي كورس اغريكت وفاين اغريكت تمام؟ وهذا الاشي حنشوف الكورس اغريكت من خلال step number seven احنا الكونكريت احنا شو هي؟ سمنت وووتر واغريكت فاينو كورس طلعنا الووتر وطلعنا الاسمنت هسوف نطلع الكورس خطوة رقم سبعة estimation of course aggregate content هنروح على تابل رقم خمسة تابل رقم خمسة هيعطيني volume هايها of dry rooted course aggregate per unit volume of concrete volume course على volume اذا بتلاحظوا كميات الماء يعيها الووتر كمية الاسمنت طلعناهم بوحدة كيلو جرام per meter cube concrete وهاي برضو كيلو جرام per meter cube one meter cube of concrete فانا لازم تكون الوحدات متجانية تضيع علي الكورس اغريكت والفاين اغريكت عشان انا اكون خلصت المكس design اذا بلاحظ تابل سبعة بحكي لي بتعطيني volume على volume of concrete يعني اعطاني اياها متر مكعب على متر مكعب of concrete صح ولا لا طب متر مكعب على متر مكعب يعطيني انش unitless ratio فاذا هذا الجدول حيعطيني ratio of course aggregate in concrete طيب طلعتها كratio اذا بلاحظ وحدة الماء ووحدة الاسمنت كيلو جرام متر مكعب كيلو جرام متر مكعب لازم اطلعها بنفس الوحدة لما اخذنا موضوع unit weight حكينا الهدف منه التحويل من كمنيات من كتل لأحجام او من أحجام لكتل وبنستخدم المكس design هسا ايجا دور تعويض قيمة unit weight طيب احنا تعلمنا كمان نوعين اما تكون مرصوص ورخو هل تعوض بيئة العلاقة مرصوص ورخو لانه احنا بالخراسانة لما نصبها بخشب الطبار نعملها رص فانا بدي احاكي ما يحدث على ارض الواقع فبختار قيمة طيب خلينا نشوف طريقة التحويل انا بدي السابقة التحويل كيلوجرام على متر مقعب Burada完善 تساوي One كيلوجرام في Metro مكعب ن eux ك them يقوم maximum على متر مقعب كيلوجرام على متر بضربها بالراشيو الراشيو كانت وحدتها متر مكعب course aggregate على متر على إذا نعيدها هون إحنا بنطلع course aggregate بوحدة كيلو جرام of course aggregate على واحد متر مكعب من الكونكريت بتساوي إحنا طلعنا الرقم من أو الراشيو من التابل حكينا هي وحدتها volume على volume فإحنا هاي القيمة اللي أخذناها من التابل حتكون وحدتها متر مكعب of course aggregate على متر مكعب of concrete طيب لما أجي أنا أضربها بالunit weight أو اللي سمناها γاما هي كانت ايش؟ density هاي الدنستي ما أصعب volume الدنستي للcourse aggregate أو الunit weight حتكون كيلو جرام of course aggregate على متر مكعب of course aggregate بلاحظ هون عندي متر مكعب of course aggregate وهون في عنا متر مكعب of course aggregate بسطو مقاب هاي محاي بتروح بتطلع معي كيلو جرام of course aggregate على واحد متر cube of concrete وهذا المطلوب بدي ألاحظ هسا بفرجيكم صور table 5 انه حتكون عندي القيمة من هذا الجدول كاتب لي ملاحظات عليها كاتب لي dry و rooted يعني هي جافة و مرصوصة oven dry weight of course aggregate w dry وهذا الاشي مر معنا based chapter aggregate او كنا نكتب w dry او كنا نحكي عنه w dry او w solid او w oven dry كلها نفس المصطلح بتساوي ال volume اللي جبتم من تابل خمسة ضرب gamma gamma اللي هي unit weight of dry rooted aggregate او compacted aggregate اللي كنا نسميها اما gamma او نسميها uw compacted او rooted كلها نفس المعنى فاذا صار موجود عندي من الميكس ديزاين الووتر السمنت الكورس aggregate مين متبقي علينا ايش الفاين aggregate طبعا حنقدام شوي حنلاحظ انه احنا مضطرين ان نعمل عمليات تحويل حسب محتوى الرطوبة رجع ذكرني بالعلاقات اللي اخذناها بشابتر aggregate الweight ssd هو weighted dry زائد واحد مجموع للabsorption عالمية هذا طبعا هنتعلم الموضوع لحال او هنرجع نراجعه عملية التصحيح حسب حالة الرطوبة انت المفروض تحط لي الكمنيات بحالة ssd يعني احنا طلعناها dry انا لازم لما ألخص زي هيك الكمنيات بالاخر aggregate بدأ أحط الكمنيات ssd طيب بعدما طلعنا كمية الكورس aggregate تكون وصلنا لاخر اشي اللي هو حساب الفاين aggregate عند خطوة حساب ثمانية هاي estimation of fine aggregate content بيصير عندي اما الحل عند هاي الخطوة اما mass method او volume method يعني بدأوصلكم سواء بشتغل mass method او volume method بظل ماشي بنفس الخطوات ونفس الجداول الاختلاف فقط بيصير من عند خطوة ثمانية هون بيصير عندي يا بحل mass method او بحل volume method فكرة mass method بيكون عندي كتلة الخرسانة ككل بطرح منها كتلة الووتر والسمنت والكورس بظل كتلة الفاين ال volume method بيكون عندي حجم الخرسانة بطرح منها حجم الماء وحجم الاسمنت وحجم الكورس aggregate وحجم الهواء انتبهوا بال mass method الهواء ما له وزن لكن بال volume method الهواء له حيز له حجم فبدي اطرحه بال volume method بينما بال mass اطرحه فاذا بال volume method بحكي الحجم الكلي ناقص حجم الماء حجم الاسمنت حجم الركام الخشن وحجم الهواء فبيطلع معي حجم الفاين aggregate حتلاحظوا انه هنا حكينا عن volume method لانه more accurate ديش more accurate لاني حسبت حساب الهواء صح ولا لا يعني انا بال mass method جاهلت الهواء لانه ما له وزن لكنه فعليا موجود من المكونات فبالتالي الvolume method هي طريقة اكثر دقة طريقة الvolume method هتحكي لي انا عندي واحد meter cube of concrete متر مكعب من الخرسانة فالvolume للفاين aggregate يساوي الواحد هذا المتر المكعب من الخرسانة ككل طرحت منه حجم الاسمنت حجم الماء حجم الكورس aggregate حجم الحواء فحيطلع لي حجم الفاين aggregate اما بالنسبة لطريقة mass method فين نهاية العلاقة estimation of fine aggregate content by mass method UM يعني unit mass of concrete تساوي 10 G A A هاي جاي من aggregate 100 ناقص A زائد CM هاي cement content مضربة في واحد ناقص GA على GC ناقص GC يعني specific gravity or cement ناقص WM يعني water content في GA ناقص واحد or use table 6 في عندي table 6 بيعطيني قيمة UM كتقدير وليس exact of concrete density رخينا نشوف في الواحد شو معناها GA نسبة course aggregate في الوزن النوعي للكourse aggregate زائد نسبة fine aggregate في الوزن النوعي لالfine aggregate عيوب هاي الطريقة انك اصلا مش عارف لسه شو نسبة fine وشو نسبة الكourse فبعا حكي لكم شو بنعمل عشان نتخطى هاي المشكلة GC stress gravity of cement وحنا حفظناها 3.15 WM اللي هي approximate mixing اعوض بهاي المعادلة بطلع UM صارت UM معروفة عندي بحكي UM ناقص mass cement والwater والcourse بيعطيني mass fine او ما بجيب UM بالمعادلة بجيبها من الجدول لكن هاي المعادلة اكثر دقة واقل نسبة لالخطأ بينما الجدول يعطيني rough estimate وزي ما حكي نعيبها انك مش محدد لسه شو نسبة الكourse وشو نسبة الفين انك مش عارف كمية الفين ممكن انا استفد منها بحالة انه انا اصلا محدد مسبقا قديش نسبة الفين للكourse كاريشيو بدي استخدمها فايذا هسي سواعيا بدي اشتغل mass method او volume method يعين هاي الطريقتين قدامنا الفكرة انه مجموع الكتل بطرحوا من كتلة الخرسانة او مجموع الاحجام يعطيني حجم الفين او وزن الفين